النهاردة عايز اتكلم مع حضراتكم في اكتر من موضوع لكن في البداية هنأتكلم على الحاجة الاهم الحاجة لكل الناس ومجلس ادارة نادي الزمالك انشايل همها طور الفترة اللي فاتت فكرة الحجز على صدر النادي الجماهير بتتكلم على الصفقات والصفقات هتيجي ازاي وفي حجز وكلام ده كله ولكن مجلس ادارة نادي الزمالك بيفكر في العمال اللي موجودين في الناس اللي مستنى مرتبتها داخل نادي الزمالك الناس الغلابة اللي مستنية مرتبتها اول الشهر كالعادة مستنية الفلوس اللي هتنزل تجيب بها حاجتها وفي داخل بمدارس وفيه 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 دايما كله دولة بتشتغل على ده وبتحاول تعمل اي حاجة اي طريقة اي طريقة ممكن تحصل عشان الحاجز يتفك على صدر الزمالك ويقدر نادي الزمالك يدي المرتبات العمال ولكن في ظل الضغوط وفي ظل الضغط الجماهيري على الصفقات وفي ظل الضغط ان فيه لقاءات كتير وفيه مرتبات للعيبة وفيه التزامات عن نادي وفيه 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 ولكن مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مستشار مرتبتها منصور يقدر يحل ازمة المرتبات وهو ده اللي احنا بنحبه وهي ده الاهم بالنسبة لنا يا جماعة ده اللي حصل النهاردة النهاردة مجلس دارة نادي الزمالك قدر بكل الطرق ان هو يحاول يوفر فلوس علشان يديها للعاملين في النادي والموظفين في النادي ودي حاجة مهمة جدا 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 كلنا كنا موجودين وبنقول يا جماعة هيجي وقت نقول محتاجين الناس اللي شايفينهم دول يقبضوا شايفين الدحكة اللي عايش الراجل اللي عليمين ده كلنا على فكرة اخر كل شهر وانت ما معاكش فلوس وقاعد عارف ان انت مستني مرتب كله بيكون شايفه مهموم ازاي كلنا بنكون قاعدين مهمومين فكرة ان انت مستني الفلوس تنزل وعليك التزامات وعلى فكرة كل الناس عليها التزامات اللي بياخد جنيزة واللي بياخد عشرة ولا بياخد مية ولا بياخد مليون كله على التزامات اللي ملتزم بشيء على التزام كبير جدا ولكن انا سعيد بالمنظر اللي لا شايفه ده سعيد جدا 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 نقدارة نادي الزمالك بالرئاسة المستشار المنطقة منصور فكروا في العمال وموظفين المحترمين دول الناس اللي بجد شغالين في نادي الزمالك فيلي شغال بقالوا خمس سنين وعشر سنين وأكتر وكلهم يستهلوا وياخدوا فلوسهم في وقتها كلهم ناس محترمة شكرا لمجلس دارة نادي الزمالك اللي قدر في وسط كل الصعاب دي يحل الموضوع كلام مهم جدا ونهيجي بقى حد تاني على الجنب كده يحاول ينتخد يعرف انه لاستحبت انتخد دي يقول لك ومنين بقى تمالك تمالك منين يعني بش ياخذ دماغك ليه ليه ما قلتش وليه حجز على الفلوس يعني ليه ما قلتش كده ليه ما قلتش هو ليه حجز ما الرجل واخد فلوسه ليه جاي تقول هو منين بقى زعلان ليه زعلان ليه ان الناس مبسوطة الناس مبسوطة نادي الزمالك فيه انسانيات كتير جدا جدا ان شاء الله اللي جاي افضل وان شاء الله الارصدة يعني ترجع تاني نادي الزمالك واللي جاي يكون افضل نروح لكوماندو زيلياد كوماندو زيلياد اللي مشرفنا دائما اللي لازم نطلع نقول مبروك الفوز التاني في البطولة على مولادية الجزائر قدروا يفوزوا عليهم مبارح وفوز على فكرة كلم مرة تانية يعني لسه من ايام عدودة من اسبوع تعريبا او اسبوع ونص قدرنا نفوز على مولادية الجزائر في بطولة العربية وكسبناهم ايضا في بطولة افريقيا وعلى فكرة ده لقاء كان صعب بين عملاقين القارة زيلياد اعلى حد واخد البطولة 12 لقب ثم يلي نادي المولادية بـ 11 لقب وزيلياد ان شاء الله يستمر في النتائج الايجابية عنده ماتش مع فاب الكاميروني نقدر نعمل نتيجة جيدة منتظرين من نومي حقولنا الفوز التالت علشان نواصل الزحف نحو لقب المحبب لقلوب كل الزمالكوية ولقلوب اللعيبة وانا عارف ان لعيبة الكماندوز عايزين يصلحوا الجماهير انا عارف ومتأكد ان هم بيفكاروا في جماهير نادي الزمالك في كل يوم وكل ثانية وكل دقيقة عايزين يراضوا الجماهير عايزين يقولهم ما تزعلوش على البطولة اللي فاتت احنا نصقين فيكم دايما هيفضل ندعمكم والادارة هتفضل تدعمكم واللي جاي ان شاء الله هيكون افضل كمان عايز اتكلم معاكو في حاجة حاجة العالم كله بيتكلم عليها بيقاله كم ساعة وهو الظاهرة هالند هالند مش لعيبة عادي وما نيجي نتكلم على هالند انا مش عايز اتكلم عليه كلاعب في الملعب عايز اتكلم عليه كحد بدأ ان نقول الولد ده وصل للحتة دي ازاي يعني دايما بلاش تبص على النجاح في الوقت الحال الراجل ده جي منين بدأ ازاي هل هو طفرة يعني هل هالند مثلا السنين دي ده طفرة لكن لا كلنا عندنا نت وكلنا عندنا جوجل وكلنا بنسرش وبنتفرج واللي متابع كورة عارف الرجل ده كان بيعمل هي مع منتخبه الرجل اللي سجل تقريبا تسعى اهداف في لقاء مع منتخبه هو كلس صغير محدش عارفه الراجل اللي قلب الدنيا مع بروسيا دورتمند وهو الناس مش عارفاه الراجل اللي بروسيا دفع عادي فيه مبلغ كبير مع انهم ما بيجيبوش الصفقات دي مبلغ كبير انتهي اللي دفعوا فيه بعشرين مليون هو تقريبا دسة 18 سنة فلا هو يستاهل وبعوب اكتر من كده فكرة الاستثمار في اللعيبة الصغيرة عامل ازاي وازاي اللعيب بيتطور من مكان للتاني للتالت وازاي اختيارات اللاعب اختياراته هو كتعمل ازاي هو بقى له فترة كبيرة ناس كتير فتتكلم عليه لكن هو اختار يروح منشستر سيتي مع جوارديولا عشان يعمل حاجات معاه هو اختياراته عامل ازاي جيجي ناس تانية بقى بص احنا فين فين لاعب عنده عشرين سنة موليد الفين العالم كله بيتكلم عليه جايب تلاتة هاترك في الدور الانجليزي هداف في الدور الانجليزي سجل امبارح تلات اهداف ولا اروع في لقاء كبير جدا 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 في الدور الانجليزي بص بص الكلام عمل ازاي نيجي بقى هنا عندنا في الحتة دي عندنا هنا تلاقي اللعب عنده خمسة وعشرين سنة ويطلع الناس تقول لك والله لسه هيكتسب خبرات هيكتسبها فين هيكتسب الخبرات فين هو عنده خمسة وعشرين سنة هيكتسب الخبرات فين لك ما نشوف هلند عشرين سنة ومتقلق في البيك الراجل في اتنين وعشرين سنة ياسفه في البيك موليد الفين عندك مبابي مثلا تلاتة وعشرين سنة تلاتة وعشرين سنة كاس العالم عام 18 سنة يا جماعة متخيلوا على فكرة لو اتكلمنا أكتر هتلاقي هل أنت ده رايح في سكة تانية وهل أنت برضو لو منتخب ومنتخب من المنتخبات الكبيرة اللي احنا عالفينها هياخد كاس العالم وللأسف مش موجود السنة جر انت متخيل للصورة اللي انت شايفه معاي في الكدر ده الراجل المخيف ده مش هيكون في كاس العالم ده بقى اللي نقدر نقول كاس العالم هيفتخده أول أول حاجة تحصل أن يكون لعب هدافة دولة الإنجليزي في أول لسه ما كملناش عشر جوالات ولكن مش هيكون في كاس العالم يما حصلتش قبل كده وأول لعب يجيب هاتريك ثلاث مرات في ثمن لقاءات يا جماعة الراجل ده جاي يقول رونالدو ولكل الناس اللي عاملة ألقابه أرقام كبيرة جدا في دولة الإنجليزي خافة على ألقابك يما فيه ناس لعبت واعتزلت وهدفين كبار جدا ما جابوش اتنين تلاتة هاتريك أصلا في مساريتهم كلها ده في ثمن لقاء ده لو بلعب بلايستيشن مش هيجيب هاتريك يعني لو هو جي عامل كاركتر اسمه هالند وبيعمل كل حاجة في جامل حاجة مش هيجيب تلات أهداف بكرة بقى الناس هتبدأ تتكلم وتقول الراجل ده بيعمل لي أنا شايف أنا شايف أن نادي الزمالك بيبدأ يعمل ده طيب يبدأ يعمل ده إزاي يعني إيه علاقة هالند بالموضوع الزمالك إدى فرصة السنة اللي فاتت ممكن حد يقول للزمالك كان مواجبر وكان عنده يقاف قيد فلنفرد ولكن اعتمد على مجموعة من الشباب وما قالش ناشئين قال الشباب وديناهم فرصة وبدأوا يظهروا الزمالك ماشي بشكل جيد والفترة الجاية هنشوف لعيبة أصغر 18 و 16 ده اللي لازم لازم أدي ده بس أنا نفسي نفسي بجد يكون ده طبيعي الطبيعي إن اللاعب لحد ما يوصل 25 سنة يكون بالكواليتي بتاع هالند ده يطلب بقى فلوسه اللي أعايزها اطلب فلوسه اللي أنت عايزها لكن بعد ما يعلى خلاص بيبدأ كيرفو يقل يبدأ فلوسه تقل نفسي أشوف في مصر عشرين هالند أشوف نسخ كتير من هالند أنا يعني انت هيقلي الناس حلال الناس المصريين يعني هم يفكروا إحنا عندنا فخر العرب طبعا مصر محمد صلاح ده محطم أرقام يعني كل الناس تتكلم صلاح عنده أرقام كبيرة جدا نرود نفكر هل هالند هيوصل الأرقام دي في قد إيه وعلى فكرة هالند عمل ضغط على كل اللاعيبة اللي في الدولة الإنجليزية عمل ضغط على كل الناس وما حد أش يقدر يقرنا محد إن هو مالوش شبه مالوش بجد ده لعيب مالوش شبه بيسجل بكل حاجة بأي حاجة بيجيب جون وخلاص رجلي اليمين زي رجلي الشمال زي بماغه زي كتفه زي رقابته هو الراجل بيحط الكرة في الشبكة فأتمنى نشوف ده الفترة اللي جاية أتمنى ندي فرص أكتر الزمالك بدأها من السنة اللي فات تماشي على نهج الأندية الكبيرة واللعيبة الكبيرة نفسنا نشوف في مصر كلها تد ناس تطبق زي الزمالك ونطبق مفاهيم دي مفاهيم العالمية الدولية الكبيرة ونشوف في الأندية الكبيرة لعيبوا اتنين عندهم سن صغير 18 سنة وان شاء الله هنشوف كتير لعيبة مصرية في السن ده تبدأ تتقلق وياخدوا الفرصة ونمحي من دماغنا فكرة الناشئ عنده كم وعشرين سنة ما فيش حاجة سمع كده 18 سنة مفروض يكون في عزه أصلا تموحه 20 سنة دي يعني خلاص فاضله تقليبا 7 سنين في عزه لازم الفترة الجاية الدنيا تكون أفضل ونرجع زي زمان الناشئين ننزل بهم بالمستوى العمري والعمر بتاعهم بيكون أقل ده اللي يحصل ان شاء الله الفترة اللي جاية عمار اللعيبة تقل ده المصلحة للكرة المصرية